من حديث جُنْدُب ابن عبد الله البجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسٍ قد كان لي منكم إخوةٌ وأصدقاء وإني أبرو إلى الله من أن يكون لي فيكم خليلاً فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنتُ مُتَّخِذًا من أمَّتي خليلاً لاتخذتُ أبا بكرٍ خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين وأيضاً من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في مرضه الذي قُبِض فيه قال أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وأيضاً أخرج البخاري ما تخليه ما تخليه شغال ما مشكلة المدرسة ما بدرة المدرسة ما بدرة يا شيخنا انت ما لك رأف الكلام ده الناس بره بيستفيدوا منه الناس بره بيستفيدوا منه يا جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ولذلك من حديث ابن مسعود في الصحيحين أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرُّ الناس من تُدريكهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن خزيم وغيره من حديث أبي هريرة قال اللهم لا تجعل قبر وثنى لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد هذه الأحاديث وغيرها يُبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن شرَّ الناس هم الذين يتخذون القبور في المساجد وهذا واقع وهذا واقع بيننا اليوم في هذه البلاد وغيرها أن كثير من الناس يُدخلون قبور الصالحين الذين يظنون فيهم الصلاح إلى المساجد فيُدخل القبور في المسجد ثم بعد ذلك يتجه إلى القبر ويعتقد في الميت ويُستغاث به ويتبرَّك به ويُصرف له ما لا يجب أن يُصرف إلا لله رب العالمين هذا الحاصل وهذا الواقع في هذه المساجد القبور بدخلوا جوى المسجد بعد ذلك الناس بعد ما أصلوا وقروا سرطة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين تلقى بمشي القبة مشي نادي أبونا الشيخ تلحقنا وتدّينا تبزعنا وده كفر بها الله ده شيرك هذا كفرٌ بالله لأن ربنا سبحانه وتعالى بيَّن حال هؤلاء في القرآن الكريم فقال الله جل وعلا في صورة الزُمر قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرِّبونا إلى الله زُلفا إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذبٌ كفر ناس ديل الليلة بيقول لك أن إحنا الأولياء ديل بالنازيم أشان يوصلون لأ الله وربنا قال عن الصنف دا في صورة الزُمر قال ديل الكفار إن الله لا يهدي من هو كاذبٌ كفر وهذا ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب وعُقبة بن أبي معيب كانوا يتخذون الأولياء واسطةً بينهم وبين الله هذا ما نقله الله جل وعلا في القرآن الكريم أن هؤلاء المشركين الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وبارزهم بالعداوة والبغضاء أن حُجَّتهم أن هؤلاء الأولياء يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَاً لذلك هُم كانوا يعتقدون أن الله هو الرازق وأن الله هو المحي والمميت والليلة الناس ديل برضو أهل الطرق وأصحاب القبور والذين يعتقدون في الأموات ديل بيقول لك الأولياء ديل نحن عارفين الله بنزل المطر ومع إنه في ناس فيهم ما عارفين وعارفين إنه الله بيحي وبميت وألا بيملك الرزق لكن الأولياء ديل بوصلون له الله نحن ابن ناديم وهم بيوصلون لي ربنا سبحانه وتعالى وشوف ده الشرك ذاته أول ما يقول لك ده تعرف إنه الزول ده واقع في الشرك الذي وقع فيه أبو جهل يعني ذلك برضو كانوا عارفين ربنا قال في كتابه الكريم في سورة يونس ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أمره قال لا أسأل أبو جهل وأبو لهب والمشركين أهل مكة قل ليهما البرزقكم من السماء والأرض منه أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ده أبو جهل بيقول الله ربنا قال قل أفلا تتقون طيب إدتوا لو عارفينه أهل الله البرزق والله البحي والله البميت بتمشي القبة ليه بتمشي تنادي الشيخ ليه والشيخ بتاع الطريقة لما نيجي الناس بيجوا جارين وراه ويبوسوا لي الدينه ويقعوا في الوطا وناس جدلوا وناس يبوسوا كرعينوا وظفروا ويبوسوا ويعتقد فيه ويقول لك بعد ده نحنا نحنا بنعتقد في الله ده بتعتقد في شيخك ده وبتعبد الشيخ ما بتعبد الله سبحانه وتعالى وده الشيخ ذاته وكانوا عليه المشركين الأوائل لذلك هؤلاء القوم ممن هم معنا اليوم من أهل الطرق الصوفية موجودين الليلة الناس ديل يعني صبقوا وتقدموا في الشرك على من كان قبلهم من المشركين شوفوا الآن كلام موجود في الإزاعات إزاعة الكوسر مثلا الإزاعة منتشرة ولا في زول بيسأل ناس الإزاعة دي ما في جهة بتسألهم الإزاعة دي فيها قصايد ومدايح تجيب القصايد والمدايح بتاعة الشيخ وبتقوم بتنشرها عن طريق المداحين والمديح ما فيه مشكلة المديح ما فيه مشكلة فأمدح الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا تغلو فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرط النصارى بن مريم فإني عبد فقولوا عبد الله ورسوله بإمتى لكن ديل بغلو بيل بقول لك أن إحنا بنريدك يا رسول الله أها ونحن عبيدك يا رسول الله كفر بأ الله قال لك أعبد الرسول منه من الذي قال أن تعبد النبي أو الرسول يا ربنا قال يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي أقول لك أن إحنا أحباب المصطفى كذاب ديل ما أحباب المصطفى ولا عندهم علاقة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام ما عندهم علاقة تماماً لأن النبي عليه الصلاة والسلام جايقوا للناس أعبدوا الله ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي معبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فإنت ما في مشكلة أنك تمدح النبي عليه الصلاة والسلام بل مديحة الجائز فيما قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صفاته صلى الله عليه وسلم لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنك تغلو زي ما قال البرعي محمد عبد الرحيم وقع الله البرعي طبعاً إحنا ما نبزناه ولا سئنا له إنما جبنا كلام نقلوا وكتبوا في كتاب ونشروا في السوق وقال أن أستقرأ ونحنا جينا قريناه بس عشان تفهم أنت إن الكلام في الأشخاص ما غيبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتكلم في الأشخاص لذلك أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرطاء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله شان أنت تفهم إنه لو زول يتكلم لك في زوله جاء باسمه ما معنى نبزه ولا يختابه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم فيه ناس وبيجيبهم بأسماه أي زول ضل الناس يتكلموا فيه ويجيبوا باسمه ودي ما غيبة ولا نميمة ولا أي حاجة بل إنه العلماء قالوا أن ذلك واجب كونك تتكلم في زول يتجيبوا باسمه العلماء قالوا ده واجب كما نقل ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى وأيضا نقله النووي في كتاب الأذكار نتكلم نشوف البورعي قال شنو ونرود عليه من القرآن والسنة أصلا ما أبنا ونتكلم في أبو والأم في القرآن والسنة بس أزول قال عن النبي عليه الصلاة والسلام كان تعرف الغلو الذي وصل إليه هؤلاء الصوفية قال روضة غبرك أشرف من عرش الله وأبرك قال روضة الغبر بتاع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من عرش الله من عرش الرحمن سبحانه وتعالى تبارك ربنا وتنزه وتغدس عن ذلك يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام عبد عبد لله لا يصل إلى ما وصل إليه إلى ما عند الله من الخصائص ومن الأفعال لا يصل إليه فكيف بك يا برعي أن تضع هذا المقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول روضة النبي عليه الصلاة والسلام روضة الغبر أفضل من عرش الله يا أخي ربنا قال ليس كمثه شيء وهو السميع البصير ربنا قال في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ما تضرب الأمثال يا الله يا أخي تقول أفضل من عرش الله أبرك هذا هو الكفر والضلال والشرك الذي واقع فيه الصوفية هذه الطرق القصائد كلها بتلقى كده عشان كده بتلقى البرعي ذاته عنده قصيدة اسمها اللي هو بوريك طبك القصيدة طبعا في ناس كتار ما عارفين الفي عشنا يقول لك يا سلام يا أخي الناس دل بتكلموا كويس البرعي قال بوريك طبك أحسن في من عاداك أو من يحبك أذكر إلهك يوت قال لك أحسن في من عاداك يا أخي ما في أشيء لا لا أمشي قداما سيم قدام سيم لسه قدام ماشا قدام قال وخش الذي يعلم جهرك وسرك كالأولية السادة الحال هم وسرك ده كلام البرعي قال لك كالبيعلم جهرك وسرك دل الأولية يأتوا أولية ومنول قال لك إنه دل الأولية زاد إحنا نتحدى الصوفية دل كلهم بالكتاب والسنة تعال جيب دليل واحد من القرآن أو من السنة إن البرعي دولي تعال في دليل مع كلام علمي نحن بنتكلم مع كلام بعلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقه قل لك الله قال في كلام معنى من الكلام دتاني ما في في دليل إن البرعي ولي وبعد ما بيقى وليك هذا يعتبر أن الصوفية دل كل أولياء 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 لله هل بيعلم الجهر والسر يا أخي ربنا قال وَلَغَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّسُ بِهِ نَفْسُهُ دَا اللَّهَ مَا الْبُرْعِي وَلَا الْكَبَّاشِي وَلَا الصَّيْمْ دِيمَى وَلَا مَحَمَّدْ عُسْمَنَ الْمَرْغَنِ وَلَا الْتِّجَانِ وَلَا غَيْرُهُ دَا اللَّهَ بَرَاهُ دَا اللَّهَ بَرَاهُ ما في مخلوق تاني شاكد ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلغكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة الروم قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون دَا اللَّه بَرَاهُ ما في شيخ ما في قبة ما في ضريح لذلك هؤلاء الصوفية وهؤلاء الأشياخ من أهل الطرق الصوفية غلوا في مشايخهم وأدخلوا الناس في الكفر والضلال والشرك بالله شرك عديل يخي زاكان محمد عثمان المرغني بعد ما إحنا أصلنا لك أنه الكلام في الناس دي الماغيبة أن نوريك كلام المرغني ده قال شنو المرغني بيتكلم عن شيخه العيدة الروس والله الكلام ده لو قاله في أبوك ما ترضاو ما بترضاو اسمع لكلام ده قال الشيخ العيدة الروس من كراماته كان يخطع الروس تعالى التلاميذ ثم يعيدها إليه قال بيكتع رأس التلميذ وبرجع له ثاني لذلك سمي العيدة الروس ماشا قدام قال ومن كلامه هذا قال أنا عرشها والكرسي أنا أنا للسماء بانيها قال أنا بنيت السماء ده محمد عثمان المرغني ودي الطريقة الختمية ودي للصوفية ده الدين بتاع الصوفية أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم ياطفيها قال لو ما أخذ جلان كان طفيت نار جهنم ده مرة واحدة وريحتكم وبعد ده جماعة يقول لك صوفية أحباب رسول الله ده الأحباب إبليس ما أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا ده الأحباب الشيطان وأحباب إبليس لأنه المرغني ده ذاته محمد عثمان المرغني جاب جاب اسمع الشواطين في كتابه ده ذاته أسماء الشواطين شان تعرف أن الطرق الصوفية تعاملها مع الشياطين مباشر مباشرة بتعاملوا مع الشياطين أنا أديك الكلام بتاعه في كتابه وإنت ممكن تركب عربية من هنا لو باحث عن الحق كويس تمشي كتاب مسجد المرغنية اللي هو في بحري هنا في حلة خوجة لي خش المكتبة قل لي ما أنا داعي الكتاب مجموعة الأوراد الكبير بعد ذلك بتعرف نحنا كذابين حق في الخطنية أفتح صفحة مية خمسة وعشرين المرغني قال وأدعوك وبحق ما أتلوه عليكم وما تتلوه عليكم وهو برهتية كرير تتلي طوران بزجل مزجل ترقب برهش قلمش دي شنو دا؟ دي أسماء شنو؟ دي أسماء بتاع الشواطين وحديك الدليل في الأسماء الجاية قلمش قلنهود كرير إلى أن قال شطكيك مزعج العفارد مزعج العفارد ما قلت لك دين بتاع عفارد بتاع الشواطين الخاتمية بتعاملوا مع الشواطين فالكتاب موجود في المكتبة بتاعة الخاتمية في بحري في المسجد الكبير بتاعهم الناس دا بيتعاملوا مع الشواطين فهمتا كلامي؟ عشان كده يعني أتى من هذا إنه يدخلوا القبور في المساجد والناس عبدوا الشيوخ لأنه وصلا ما بيعبدوا الله أصلا الشيخ الصوفي في النهاية دارك تعبده وتزجد تعيط وتبرك ويجلدك فهمتا ويتف في راسك وكده لذلك قال البرعي شوف اختصر لك الترق الصوفية دي كلها البرعي قال لك أستاذك يا فقير دا بوريك الترق الصوفية دي بتدعو لشن؟ أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير ليه أخدم كالصغير لا تميل أبدا لغير في كربك عنده بدغيفك جنده لا تضحك عنده دا الدين بتاع الصوفية الشيخ بتاعك تسجد له ولو إزنك تبضايك انت في السوق دا هنا ضايقت في حاجة تقول يا شيخنا تلحقنا يا شيخنا ودا مشرك شوف اللي بقول يا شيخنا دا مشرك دا ما مسلم اللي بقول يا الله دا مسلم لمن يتضايق ويأخل في كرب وضيق يقول يا الله أفرج علي يا الله أنا في ضيق يا الله انت من تجيب المضطر ويتوجه إلى الله دا يسمى مسلم أما زور البنادي الشيخ ولما نزنك يمشي القبة ويبرق نصف ساعة وينادي شيخ ويصف التراب دا مشرك دا ما مسلم كويس؟ دا دي الطرق الصوفية اختصر لك البرع في البيت دا تهمت؟ هذا هو الضلال المبين وهذا ما كان عليه الأوائل من المشركين وإنما أمرنا الله جل وعلا أن نعبده وحده لا شريك له وأن لا نتوجه إلى غيره من الأموات ومن الأندات ومن الصالحين أو الأنبياء أو المرسلين بل إن الأمر كله لله لو دائر حاجة أقول يا الله الله بيفرج عليك وأن الله قريب بيسمعك وبجيبك ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دائر أي حاجة بسقول يا الله ياخي ربنا نجَّى 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 نوح من فرعون ونجَّى غيره من الأنبياء ونجَّى ذنّون من ظلمات البحر ومن الغرق وذنّون إذ ذهب مغاضبا فظنَّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين توجَّه لألا ربنا قال فاستجبنا له ونجَّيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين لو عندك أيضيك أسأل الله الله بنجيك وألا بالحقك وألا قريب ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أنا أتوقف إلى هذا الحد وأسأل الله العظيم بأسماء الحسن وأصفات العلا أن يرزغنا التوحيد الخالص وأن يجنبنا الشرك وأسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد في بيت من بيوته أن يجمعنا عنده فعليين مع الصديقين والنبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرغنا من بعده تفرغا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمته إنه هو السميع العليم يزاكم الله خير شكرا لحسن استماعكم وإنصاطكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته